بسم الله الرحمن الرحيم عزيزSM ومشاهدي قناة نهد الاهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة إحنا موجودين دلوقتي في مقر النادي الآهلي في التجمع الخامس زي ما حضرتكم شفتوا البوابة اللي إحنا لسه داخلين منها دلوقتي كانت هي البوابة اللي إحنا أو اللي حتشوفه زيها إن شاء الله في التجمع الخامس اللي هي بالفعل قائمة النهاردة هنتكلم أكتر عن ماذا يفعل مجلس إدارة النادي الأهلي خلال هذه الفترة علشان يعمل مقر رابع أو خامس للنادي الأهلي في التجمع الخامس الحقيقة كل اللي بيحصل خلال الفترة السابقة لازم نشكر عليه المجلس السابق والمجلس الأسبق لأنه دائما في النادي الأهلي كل الأجيال بتسلم بعض كل مجالس إدارة النادي الأهلي المختلفة بتسلم بعض ده بيعمل حاجة وده بيكملها وده بيكملها أشياء كتيرة جدا وده دايما كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عندما يتكلم يتكلم عن السابقين دائما يقول أنه هم اللي بدأوا وإحنا اللي بنكمل واللي بعدنا هيكملوا اللي احنا بنعمله دلوقتي هذه هي سنة الحياة داخل النادي الأهلي دائما يظل النادي الأهلي في مكان تاني دائما يظل النادي الأهلي في أخلاقه وما بدأه في دايما في مكان تاني زي ما قلت لحضراتكم البوابة اللي أمام حضراتكم دي احنا كنا داخلين منها من شوية هي البوابة الرئيسية في فرع وبالزبط كده زي ما حضراتكم شايفين في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس أنا دايما أحب ما بحبش أقول فروع أو فرع أنا أحب أقول دايما مقر لأن النادي الأهلي بكل مقراته في الجزيرة هو المقر الرئيسي ثم الشيخ زايد هو مقر أما مدينة نصر أيضا مقر ثم التجمع الخامس وهو أيضا مقر لأن كل واحد فيهم اللي 50 وال60 وال53 وال28 والفدان أنا أتكلم على كمية أو مساحة الأرض الموجودة وبالتالي عندما ترى ماذا يحدث في التجمع الخامس من النادي الأهلي الحاجات اللي أمام حضراتكم دي وأنتوا قاعدين بتتفرجوا عليها لكل أعضاء الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي ولكل أعضاء الجمعية العامة لخارج النادي الأهلي من حقهم إن هم يفتخروا بما يروا لحضراتكم شايفينه ده كل ده على أرض الواقع كل ده موجود بالفعل على أرض النادي الأهلي في مقره في التجمع الخامس مراحل كتيرة جدا الحقيقة وأنا بتكلم من بارح وبسأل عشان أعرف إيه اللي حصل عشان نصل إلى هذه الدرجة الرائعة طبعا لسه فيه استكمال للإنشاءات ولسه فيه أمور أخرى ولكن احنا أول بول وعدنا حضراتكم اللي احنا حنوريكم إيه اللي بيحصل في كل مقرات النادي الأهلي بنوري لحضراتكم آه عندنا كرة قدم وعندنا كرة سلة وعندنا ألعاب كثيرة جدا ولكن والكل بيهتم بهذه الألعاب والكل بيهتم بتطوير هذه الألعاب ولكن لا أحد ينسى من مجلس إدارة النادي الأهلي ما يحدث يجب أن يكون هناك طفرة إنشائية وعد بها مجلس الإدارة الحالي وبيستكملها من خلال مجلس الإدارة السابق وبالتالي الوعد بيحاول مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي أنه يلبي أو ينفذ هذا الوعد من خلال اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي اللقطات دي كلها طبيعية يعني زي ما كان دايما الإعلان القديم بيقول اللقطات اللي انتوا شايفينها دي كلها طبيعية بالفعل هي لقطات موجودة لفرع أو لمقر النادي الأهلي في التجمع الخامس حاجة جميلة جدا حاجة محترمة شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على التطور الواضح في الإنشاءات داخل مقرات النادي الأهلي المختلفة النهاردة أنا بتكلم مع حضراتكم على مقر النادي الأهلي في التجمع لكن إن شاء الله الأيام القادمة إيه اللي بيحصل في الشيخ زايد هنوري حضراتكم إيه اللي بيحصل من بنية تحتية رائعة في الشيخ زايد إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي أو مقر النادي الأهلي في مدينة ناصر وإيه اللي بيحصل في مقر النادي الأهلي في الجزيرة أشياء كثيرة جدا جدا وتطور إنشائي كبير جدا في النادي الأهلي وفي كل مقرات النادي الأهلي بيقضها مجلس إدارة واعي ومحترم وشايفين هم بيعملوا إيه ومش بيعملوا كده تفضلا أو شكرا لا أبدا ولكن ده واجب عليهم أن هم يعملوا كده لكل الجمعية العمومية الداخل النادي الأهلي واللي بيكونوا موجودين عشان يشوفوا أو يستفيدوا بهذه الإنشاءات والجمعية العامة والناس اللي بره النادي الأهلي اللي هي لا تملك كرنيه دخول النادي الأهلي اللي هم 70-80 مليون أهلاوي 70-80 مليون أهلاوي دول لما بيشوفوا الحاجات دي من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال شاشة النادي الأهلي ومن خلال الشاشات المختلفة من حق حضراتكم أن أنتوا تفتخروا بناديكم من حق حضراتكم أن أنتوا تفتخروا بكل ما يحدث إيه العظمة وإيه الحلاوة وإيه الجبل ده خلي بال حضراتكم ده جزء لسه بقية الأجزاء اللي بتحصل وبينتهي أو بينتهي التطوير فيها أول ما ينتهي التطوير فيها حنوريها لحضراتكم لأنه واجب علينا نوري حضراتكم وإحنا كأعضاء الجمعية العمومية بنبقى فخورين يعني أنا بتشرف أن أنا بكون في الناحيتين من أعضاء الجمعية العمومية وأيضا من أعضاء الجمعية العامة أعضاء الجمعية العامة لليهم دور كبير جدا جدا في فخرهم بناديهم ما فيش مشكلة لما يبقى عندنا بعض الأمور اللي حضراتكم شايفينها الجمهور النادي الأهلي أو الجماعية العامة في النادي الأهلي شايفها خاطئة فيش مشكلة اللي نحاول نطور دايما وده اللي دايما بيعمله مجلس إدارة النادي الأهلي وده اللي دايما بينظر ليه مجلس إدارة النادي الأهلي أنا عايز أقول لحضراتكم لأنه في حاجات حتبان لما يتم افتتاح هذا المقر حنوري حضراتكم قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود ونائبه الأستاذ العمري فاروق وأمين السندوق الأستاذ خالد مرتجي وبقية أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي قد إيه هذا المجلس تعت جدا 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 عشان يصل باللي حضراتكم شايفينه أو للمنظر اللي حضراتكم شايفينه أيضا قد إيه المجلس السابق اللي له كل الاحترام وله كل التحية بدأوا في الورق وابتدوا يعملوا في الورق ويمشوا في الورق عشان يقدروا يوصلوا للتراخيص اللازمة أمور كثيرة جدا 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 نقدر نتكلم فيها مع حضراتكم ولكن إن شاء الله خلال الفترات القادمة هيكون معنا المسؤولين اللي دخلوا أو اللي عملوا أو اللي شاركوا في هذا الإنجاز الرائع الأهلي أو مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس هو مش نادي هو نادي ولكن المنطقة اللي حواليك بصوا حضراتكم المنطقة اللي حواليك عاملة إزاي النادي الأهلي منذ أن وجد النادي الأهلي طبعا المنطقة اللي حوالينا النادي الأهلي ارتفعت أسعارها 3 أو 4 أو 5 أو 6 أضعاف الأسعار اللي احنا بتشوفها فالمنطقة اللي حوالينا النادي كلها بالكامل بتبقى هي دي القيمة النادي الأهلي واسم النادي الأهلي لما يكون متواجد في أحد المناطق اللي حضراتكم شايفينه ده تطوير ودور مجتمعي هقولك آه دور مجتمع طبعا النادي الأهلي بيبحث عن أفضل حاجة لأعضاؤه وأفضل حاجة لأعضاء جمعيته العمومية وأفضل حاجة لأعضاء الجمعية العامة عنده ولكن هو دور مجتمعي تطوير المكان تخيل حضرتك لو نادي الأهلي مش موجود في هذا المكان المكان ده حيب أعمل إزاي تخيل كده وخلينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل بص لحضرتك الشغل على قدم وساق الشغل على قدم وساق حاجة جميلة جدا أنا مبارح وأنا قاعد بتفرج على بالحمد لله خناة نادي الأهلي هي اللي مسورة هذا الفيديو وقاعدين بنتفرج على حضرتكو شايفينه كلنا سعداء الواحد بقى فخور كده إن أنا قاعد حطت رجلي على رجلي كده وفخور ومبسوط إن أنا عندي مجلس إدارة وعندي بيحترم جمعيته العمومية بيحترم الجميع بيقول لهم أنا هعمل كذا وبيروح يعمل بيروح يعمل وبيروح النادي وبيشوف إيه اللي بيحصل وزي ما حضرتكو شايفين الكابتن محمود الخطيب بنفسه وكل أعضاء مجلس الإدارة بيبقوا أو حيبقوا متواجدين خلال الفترة اللي جاية أقوال وأفعال وليست أقوال فقط حضرتك عارف يعني إيه خمسين أو تلاتة وخمسين فدان تمانهم إيه في هذه المنطقة هل حضرتك عارف أنا بشوف إن هذه الأرض لا تقدر بتمن هتقول لي تمانها خمسمائة ستمائة مليون هقولك لها بالنسبة لي هذه الأرض أرض النادي الأهلي لا تقدر بتمن ما ينفعش أقدرها بخمسمائة ستمائة مليون هي خمسمائة ستمائة مليون أول ما النادي اشتراها لكن دلوقتي تمانها إيه هيبقى قاعد فيها أعضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي موجود عليها اسم النادي الأهلي فشوف بقى شوف الأسعار هتبقى عاملة إزاي وشوف الأرقام هتبقى عاملة إزاي ومع ذلك مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إنه يظل عشان حضراتكم أو المساعدة أو الناس كلها تيجي وتشترك إنه مجلس إدارة النادي الأهلي قال لك كل حاجة تفضل زي ما هي من ناحية المادية يعني لغاية لما نشوف الجامعية العمومية اللي جاي لأنه من حق كل جمهور النادي الأهلي إنه هو يشوف ليه أنا بتكلم بحماس وبحب لأن أنا شفت اللي بيحصل شفت الأرض دي لما كانت أرض طراب أرض فضية أرض عالية وبعدين نزلت إزاي والرخص كانت ماشية إزاي والأمور كانت ماشية إزاي لغاية الآن لغاية اللحظة اللي أنا بشوف حضراتكم أو بشوف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وهو بيتماشى في جزء لو بسيط حتى من مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس فبالحقيقة بوابة رائعة وحاجة رائعة عشان كده أنا كنت مصر النهاردة أنا كان نفسي أطلع بالحاجات دي مبارح لكن النهاردة أنا كنت مصر إن الحاجات دي تكون معايا كنت مصر إن أنا بنفسي خش من البوابة دي علشان كل جمهور النادي الأهلي يخش معايا من بوابة النادي الأهلي مقره وفي مقره الجديد في التجمع الخامس اللي حيتفتح إن شاء الله قريبا طبعا كالعادة حننتظر علشان نعلن لحضراتكم الافتتاح الرسمي لمقر التجمع الخامس حيكون إمتى ولكن إن شاء الله أنا أتخيل إنه هو حيبقى قريب جدا 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 شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي شكرا للجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي دائما بتسعى لتطوير ناديها الناس اللي موجودة في الجمعية أو أعضاء الجمعية العمومية اللي موجودين دول يتحطوا على الراس لأنهم هم الأساس في كل شيء وصدقوني حضراتكم من الجمعية العمومية إذا كنت بتكلم عن الجمعية العمومية فبالتالي الجمعية العامة اللي هي الناس اللي بتشجع أو الجمهور اللي بيحب النادي الأهلي من قلبه ولكن لا يملك كرني النادي الأهلي الجماعية العامة للنادي الأهلي دي يعني تستحق أحسن من كده مليون مرة مليون مرة بص حضرتك البوابة عاملة إزاي بص دخلت البوابة تحسسك بالهيبة تحسسك أن أنت داخل النادي الأهلي مش نادي آخر وبالتالي يعني الحقيقة يعني شغل رائع جدا إن شاء الله يستمر أو يستمر مجلس إدارة النادي الأهلي في أن هو يكمل مشواره بهذه المنظومة أو في هذه المنظومة الرائعة الكل متناغم الكل على قلب رجل واحد عبد المحمود الخطيب السيد العمري فاروق السيد خالد مرتاجي الأستاذ طارق أنديل الأستاذ الدكتور محمد شوقي الأستاذ محمد الدماطي الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ محمد سراج الدكتور محمد سراج الدين الأستاذ أمي عاطف الأستاذ محمد الغزاوي الكل الحقيقة على قلب رجل واحد علشان حضرتك تشوفوا البوابة اللي أمام حضرتكو دي وأنا بشكر الحقيقة القسم الجرافيك اللي عندنا اللي عملنا هذه البوابة في أقل من 24 ساعة علشان كل جمهور النادي الأهلي يشوفها من خلال شاشته شاشة قناة النادي الأهلي